النعمة الذي لم يعتزل حتى اللحظة ولم يعتزل حتى اللحظة هو دكتور عبدالساند يمامة الذي اعلن نفسه مرشحا لحزب الوفد لا وكان حضراتكم كان الامر ياهون لا مرشحا لرئاسة جمهورية بالامس اكيد حضراتكم شفتم معنا المنشط الرئيسي لي جديد الوفد الجريدة الكبرى ويحاب تحمل هذا الخبر وان يمامة مرشحا بنسبة 90% لرئاسة لا امبارح قلنا وحضراتكم معلشش اللي كان ما كانش مركز معايا يركز معا النهاردة قلتلكوا ما فعلوا يا مامة من اعلانه هذا الاعلان دون اجتمال لجنة العليا او دعوة الجمعية للعومية والاية الافذال للنقاد من خلال ما كتبوا الدكتور ايمان نور وجبنا بالسند القانوني واريتها لو حضراتكم انا ولا عربي ما قالوا الدكتور ايمان نور بان هذا باطل بطلانا قانونيا كاملا ولائحيا وفق لائحة الحزب الوفد الحمد لله اللي عملوا يا مامة بعلان نفسه منفردا اولا لم تجتمع الهيئة العليا لحزب الوفد لتقرر هذا الكلام طيب زي ما وضح الدكتور ايمان نور هل حتى قانون والتشريع العام واللائحة العامة في داخل حزب الوفد بتخول يا مامة او كرئيس حزب او الهيئة العليا لترشيح منطرات للرئاسة لا المنوض بيه هو الهيئة الوفدية الجمعية العمية فعندك قلت لكم بارح ايه الفاكرين معايا متابعين معايا قلت لك خلي بالك الايام الجاية حزب الوفد سيكون على صفيح ساخن لان سبع الاف وفدي المستوى الجمهورية لن يقبلوا بديل صيغة طبعا ولو هناك قيادات ورموز موجودة كبيرة في حزب الوفد لن تقبل بتمرير ذلك والنهاردة يا رئيس النهاردة ساعتها خلاص تم الاعلان ان المكتب التنفيذ الحزب الوفد منعقد يوم الخميس القادم تمهيدا للاعلان والاعداد لاجتماع طارق للهيئة العليا لحزب الوفد يوم الحد القادم ايضا وفي نفس الوقت ثوف يجتمع شباب الوفد ليقفوا في البهوة معللون رفضهم التام لترشيح عبد السند يماما قلت لكم بارح الدنيا حتسخن الوفديين مش هيسمحوا ان هم لا ان يجي حد يكسر الليحة ولا حد يفتايت على ماضي سنوات طوال للحزب وقد كان اذا هناك غلايان الان نعم ما قيل ان في اجتمال الهيئة العليا يوم الحد ان الشباب حزب الوفد هيعترضوا هيقفوا هيحتجوا هيوصلوا صوتهم على افتاءات يماما على لاحة الوفد واهانة وتجاوز مؤسساته وللمطالبة بعقد الهيئة الوفدية ايوات هي بيه دي الهيئة الوفدية اللي هي الجامعة العومية هي المنوط بها في لاحة الحزب تسمية المرشح للأس الجمهورية الشباب في الحقيقة الشباب حضرتكو طبعا قالوا وقالوا عد في اسماء اخرى زي السيد عمر موسى زي الدكتور الساد البدوي زي ياسر قورة زي فقود بدراوي المهم ما توقعناه حضرتكو بالامس من ان الوفدين لن يمرروا هذا لن يقبلوا هذا بدت الامور الان مرة اخرى ان اقاد الهيئة العليا للوفد وقبلها المكتب التنفيذي واجتماع طارق ثم وقفة الشباب ثم دعوة الجامعية العومية او الهيئة الوفدية التي لا الحق الاصيل في ترشيح رئيس الحزب احمد انا عايز اقولك احنا انباري حتكلمنا عن الفاكر انت العشاء المنفصل العشاء اللي هو عشرة الدعوة للعشاء دعوة عشاء من عبدالسند يماما ثم العشرة دول كل حد فيهم دعا اتنين تانيين للعشاء كانت فيه عشاءات كتير كده بتحصل واصفرت عنهم وهما سموها بقى قالك مش عشرة يا جماعة نخليها نسميها حاجة حلوة عشان احنا برضو يعني بنبقى شكل رأس ما قالك هيه اجتماعات منفصلة اجتماعات منفصلة في مصادر داخل حزب اكدت يا جماعة ان عبدالسند يماما قاد بنفسه بنفسه راجل كده اشتغل واكتهد وقام بنفسه عمل عدة اجتماعات منفصلة اللي انا قلتلكم اسمها يعني عشاء وبتاع بيسموها عشاء عمل يعني مع بعض قيادات اعضاء الهيئة العليا في حزب الوفد ولكن اذي الاجتماعات المنفصلة كانت في منزل عبدالسند يماما والكلام لمصادر داخل الوفد حزب الوفد يا جماعة يعني ليس حزبا عقيما حزب الوفد مليء بالشرفاء ومليء بالناس اللي عندها نزاهة زي ما هو فيه ناس برضو زي عبدالسند يماما عادي كل مكان بيبقى فيه كده وكده ولكن احنا بنعول على الشرفاء داخل حزب الوفد انهم يحافظوا على هذا الحزب العريق ومن ساعة ما بدأنا نفتح هذا الملف وبدأ الدكتور ايمان يعني يبعث بقى بالارقام والمستندات ويبعث العبدالسند يماما ويوافينا بامور كثيرة جدا بدأنا بقى نلاقي فصل الجمال وبدأنا الفصل الجمال بيبعث وبدأنا نلاقي ناس كتير جدا بدأت تشتغل وتدخل وتبعت المستندات اللي عندها وده امر مهم جدا ولازم نتوقف عنده طيب بعد كده زي ما قلت لحضراتكم بدأ يشتغل ويجي من الناس بيته ويعمل معهم مجتماعات خاصة وقال لهم حاجة مهمة جدا اي حد يا جماعة بيحب يعمل مؤامرة لازم يسند نفسه فيقولك ايه ما تقلقوش رجالة الدولة وراك تقلقوش رجالة طب الدولة وراك ازاي وانت تدخل انتخابات رئاسية المفروض فيها الدولة يعني انت مين انا مش فاهمك ومرشح الدولة الله ينور عليك حلوه دي دي حلوه ومرشح الدولة طيب يبقى الدولة وعدته زي ما قلنا لكم بارح بايه بإلغاء مديونية كبيرة على جاردة الوافد الفين لمطابع الاهرام ما جاردة الوافد دي جورنال بيتطبع فين يا جماعة عزة جورنال الوافد فين فين مصطفى الشرد الله يرحمه ملكوش دعب ابنه حاج محمد مصطفى الشرد دي حاجة والاستاذ القدير الكبير مصطفى شرد دي كيان تاني خالص طيب عندك باعلانات دماجات تأمينات اجتماعية ديوم متلتلة فاحنا يا باشا الدولة قالت لنا ما تقلقوشي قال لهم كده في الاجتماعات احنا هننزل المديونية دي وهنزبطها ويا ماما كان طلب حاجة كده في بيته ما تقول لنا عليها يا امو دكتور ايمان ما انا قولها لا دكتور ايمان على فكرة واذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كتب ونشر كل حاجة انما بس جديد يا احمد ان الحقيقة ايضا هناك بعض اعضاء الهيئة العليا اللي كانوا حضروا الاجتماعات دكتورة عدل سنة دي اما حقيقة بعد طبعا انا الحقيقة مش مش هارف يعني لما جاء عازم واحد في بيتي واجد اخر اقول له بقولك ايه انا مراشح داعي سوقيعك يعني اما انت خلاص هذا فيه نوع من انواعها ما هي الجلوس غطة لا يالعرف لو اندي فجلوس غطة يا هم اقولك عني يا اباش لا راجل انا تازي يا اباش راتش حنطر اهه اها 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 الخطن فين في الدورك اه اها خد مش توقيعه بس الحقيقة ده اهزا بسيف الحياء انما في واحد من أعضاء الهيئة العليا هو الاسازة عادل التوني هي بعد ما وقع بسيف الحياء راح الراجل مرة اخرى سحب توقيعه ورفض انه هو يعني يرشح عبدالساند يماما للقيام بهذا الدور طبعا حضرتكو حرجع تاني علشان الخناء اللي على البس المباشر وعلى الناس زملائنا واصدقائنا ومحبينا الان اللي هم على اليوتيوب على الفيسبوك احنا ليه حضرتكم مهتمين ليه الدكتور عبدالسان اليمامة وترشحه ليس في اطار ترشح رئاسة جمهورية وعملية حقيقية ودموقراطية والراجل عايز ينتزع حكم مصري لحياة مدنية لا لان هو اراد ان يجعل نفسه موسى مصفى موسى اراد ان الدولة تختاره ليلعب هذا الدور ويبقى عروسة ماريونيت تحرك في هذا المقابل وبعدين سحب حزب كبير وعريكم معايا بالضبط وعشان كده احمد امبارح انا رهنت والنهاردة فورا سبحان الله قلتلك امبارح الوافديين لن يقبلوا ذلك والن يمرروا ذلك النهاردة حضرتكم تم طبعا يعني الكثير جدا من المشاورات بدأ الكثير جدا من الوافديين يتكلموا طبعا ايضا الاستاذ جمال بلال عدل هيئة العليا بعد الاستاذ عادل التوني قال ان لا يمكن وصف هذه اللقاءات بالاجتماعات الرسمية اللي عادة رئيس الحزب في بيته وعلى عاش هنا او عاش هناك مع جماعات مع افراد هنا او هناك وقال دي لقاءات ودية لا يجوز اخذها اخذ فيها قرارات مصيرية والراجل بقول انا لا امانح في دخول الحزب بس يكون بطريقة حقيقية وطليق وطليق بالحزب طبعا ايضا القيادي الوافدي الكبير هي الدكتور فؤاد بدراوي السكتير العام السابق لي حزب الوافد ايضا اكدوا قال ان لم يوقع لم يوقع ابدا على هذه الرغبة مجرد بس الرغبة الترشح للرئاسة اللي طبعها دكتور عبدالسند يمامة وهو قال ان له وجد نظر خاصة في هذا الموضوع لم يسفر عنها بعد ربما في اجتماع الهيئة العليا الدكتور فؤاد بدراوي هيتكلم الموضوع طبعا وقال برضو اشار ان في كتير من اعضاء الهيئة العليا للحزب بيوافق رأيه وجد نظره دي وبالتالي فانا واثق وانا على ثقة كاملة ان المسألة اللي جاية لا متغيرة قيادات وفدية اعضاء هيئة العليا ايضا شباب الوافد الان اللي بيحمل التابعة اللي هو واقف ضد هذه المسرحية الهزلية الامور بتتصعد في الفترة القادمة الكثير جدا من التابعات من المفاجئات هيسفر عنها وانا انا ظني الكبير ان لن يوفق الوافديين على ان يستمر عبدالسان الدمام فهذه المسرحية حتى وان كان هناك 300 مليون جنيه تم وعده بهم وان كان هناك فيه تفصيلات في هذا المقام لأستاذ فصل الجمال قالك حيث هو كان امين صندوق سابق قال لا ده هو المدينونات كلها تريد 160 مليون الموجودة باجملياتها سوى الدماغات المهنية سوى الدرائب المتأخرة سوى المتأخرات الموجودة للجريدة كلها لا تتجاوز 160 مليون جنيه الكلام ما كانش بس كده على العام ده الكلام فيه إصالات في إصالات وفيه حكام ومستردات موجودة يعني يا جماعة خلاص الموضوع كده عبدالسان الدماما بصراحة فيه مأزق كبير فيه مأزق كبير جدا وشرفاء الوفد موجودين ووقفين وسبتين نتمنى ان هم يعني يثبتوا على هذا الموقف وكمان يقدموا الكثير من المستندات والكثير من الإضاحات واتوقف هنا عند كلمة لفؤاد بدراوي سكرتير العام السابع للحزب لما قال بالظبط كده أنه لم يوقع على هذه الرغبة رغبة تمام؟ رغبة طلبها الدكتور عبدالساند يامان ترجمة نانسي قنقر